سلام حبابي تنتمنى انكم تكونوا بخير ولا خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين للقدام واجداد والناس اللي تلتحقوا بهذه القناة تنقول لهم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم والتعليقات الإيجابية تنشكر الناس على الحب ديالهم لهذه القناة قليل ولا كثير الحمد لله الناس يبغيوا هذه القناة لأنها قناة فعلا مفيدة تطلح من حال إلى حال ربي اللي عنده الأحوال ولكن احنا سنحطوه غير أسباب وآيات من القرآن الكريم طاقة شعبية طاقة وصفات شعبية طاقة نورانية الروحانيات عندنا وصفات قوية جدا قدما أعطيتونا واحد طاقة غدينفيدوكم وغدينعطوكم طاقة إيجابية ما نبخلو عليكم بالتحاجة كل شيء نعطوه لكم مدى باقي قدرون نعطيه غدينعطيكم إن شاء الله ما يفيد في كل الوصفات إذن تنشكر الناس اللي نجحوا معهم الوصفات خلو لي تعليقات تنشكرهم بزداب إذن حبابي اليوم معنا واحد الوصفة خطيرة خطيرة جدا إذن حاولوا أنكم ديروها بيقين والله المستعى أنتم ما ديروا غير الأسباب والأسباب بيد الله ما غادي تدخلوا عند شوافة ربعين يوم ما تطوفش بكم الملائكة ما غادي تديروا طلاصم ما غادي تديروا أسماء مقلوبة ما غادي تديري حتى حاجة عندك وصفة في الدار عندك ثومة اللي تطيبي بها غادي تخدمي بها وفي نفس الوقت مفتاح بيتك مفتاح اللي تتفتحي به باب المحال أو باب البيت ديالك إذن بيتك في طاقة سلبية في السحر توقيف الحال في توقيف الحال في المال عندنا توقيف الحال في الزواج عندنا ركود في العلاقات عندنا مشاكل عندنا دائما قلة المال عندي حساد بدون سبب دائما أنا متبوعة في كل الأمور ديالي إذن الوصفة ديالنا ديالي اليوم هي مفاتيح الفرج في كل الأمور إن كانت توقيف الحال من حاسد غني نطهروا العتبة ونحيدوا شياطين التابع أو الحسد أو العين بما يرضي الله وصفة شعبية فوائد فقط ولكن عندنا طاقة إيجابية من القرآن الكريم إذن أحبابي عندنا واحد الوصفة لغادي إن شاء الله نخدمه فيه إذن بغينا نحيدوا العكس ونحيدوا السحر ونجلبوا الرزق ونجوجوا البنت ونخدموا الولد بجهد الله والنبي رسول الله لأن هذه غير فوائد أما السبب الحقيقي هو في الآية اللي غادي نحطه في الآية اللي غادي نفتحه بها الأمور ديالنا عندنا جوج آيات سبحان الله لهم طاقة نورانية لهم طاقة إيجابية في فتح الأمور على نيتكم ترزقون لأن الله سبحانه وتعالى قال لك سببها عبدي وننعينك إذن أنت غادي تحطي غير السبب والسباب بيدي الله لمرأة اللي تشتغل تدير هذه الوصفة في العتبة وغادي تهنى من تعسيرات في الأمور اللي عندها مع القلاب في حياتها إما في مال وإما في أمورها الشخصية مع حياتها مع أولادها مع الزوج ديالها دائما عندها وحا الطاقة تنحس في البيت إما على المال وإما أنها دار التجارة ومنشحة لها أو عندها بنات بدون زواج أو عندها أولاد بدون عمل أو الزوج نجار أو أنها ممرتاحاش في ذاك البيت دائما عندها حصرة على بزرد الأمور دائما الأم تتبكي ودائما الأم مغبونة وحاسة أنها خاصة تخرج من ذاك البيت إذن اليوم ما غادي نعطيه واحد الوصفة اللي غادي تفتح باب الرزق وباب المسارات وغادي تفتح لنا بالزابة الحويج إذن غادي نتوكلوا على الله أن ناخدوا مفتاح مفتاح اللي غادي إن شاء الله مفتاح الباب إحنا حطينا غير رمز هذا حطوا مفتاح الباب ديال اللي تدخلوا منه إلا كانوا عندكم جوج أبواب حطوا مفاتيح ديال أبواب ديالكم على التومة كاملة التومة كاملة التومة بدون متحيد من نفس يكونوا فيها عشرة أو أحداش أو تسعة على حسب التومة الاختيار ديال التومة خدوها حمراء لأنها جدابة لقوة المال وجدب السعادة وطرد النحس سبحان الله إذن غادي ناخد التوم لكون لونها أحمر على نية هذا كشي اللي بغيتي غادي إن شاء الله بيتها ليلة كاملة إحدى الباب ولكن غادي ندورها على البيت بالكامل على حسب الزوايا اللي عندك في البيت كل غرفة غادي ندورها على البيت بالكامل إذن إلا المراحد لا إذن غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نمشي على اليمين من الباب وغادي نتوجه إلى الصالون أو الغرفة اللي مقابلة مع الباب غادي نقرأ على أول زاوية غادي نقرأ إن شاء الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله غادي نقرأ آية أخرى لجلب الخيرات وجلب ما تريد غادي نقرأ واحد صورة لرائعة في جذب الخطاب إلى العتبة وفي نفس الوقت تجذبوا المال بقوة أعود بالله من الشيطان الرجيم وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمق كل زاوية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وغادي تقرأ وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمق غادي تكملي البيت بالكامل إمتى غادي نقرأ أنا على الزواية هنقرأ في الصباح بعد ما بيتها ليلة كاملة مع المفتاح وغادي بيتها ليلة كاملة بعد ما غادي تبقى أحد الباب وفي الصباح غادي نقرأ على الزواية على الزواية غادي نقرأ في الصباح غادي تحسوا بالرزق سبحان الله ينفجر بقوة سبحان الله وغادي تبطلوا لقديم وجديد غادي تبطلوا لقديم وجديد ما جئتم به السحر إن الله سيبطله غادي تقرأوا الآية وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأسين من كل فج عميق اللهم أتني برزق من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ببركة هذه الآية الشريفة أن تأتيني برزق من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب وبحق آية الإبطال أن تبطل جميع العوارد أو تأتي لبنتي بزوج صالح يكون لها عون معين أو تأتي لزوجي بعمل أو بحق بركة وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وانتنى الدورها في الزوايا بحق هذا بهادي زاوية بحق هذا بهادي زاوية سأقرأ هذه الآية ما جئتم بالسحر إن الله سيبطلوه وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إذا وغادي ندورها على الزوايا بحق هذا الذي زاوية غادي ن Saat غادي نخلي هكا ونقرأ. اذا نوريتكم انتما في الاختيار. اقرأوا والمفاتيح يكون واحد او جوج. يكون مفتاح او جوج مفاتيح. دا كانوا عندكم جوج ابواب، دلوا جوج مفاتيح. وغادي ان شاء الله. آه نحطها ليلة كاملة احدى الباب. وان شاء الله بحول الله وقوته. غادي ان بحول الله وقوته. غادي نحط المفاتيح يباته ليلة كاملة حدى الباب والصباح. غادي ندورها على البيت بالكامل. المفاتيح الوسط. المفاتيح وسط التومة. اذا غادي نشد المفتاح الاول. غادي ان شاء الله غادي ندير بحلقة. حلقة. غادي ان شاء الله غادي ندير المفتاح بحلقة. نحاول نديرها مزيان. نديرها بحلقة. وغادي ندوزها على الابواب. هاد الماء ديالها. هاد الماء ديالها. غادي ندوزو على الابواب اللي عندكم جوجبان. غادي ان شاء الله بحالة دول باب. غادي نقول بسم الله. وغادي نحك بحلقة. غادي من رأس حتى الرأس. هكا. غادي خشب غادي ندوزو حلقة. غادي ندووزع حلقة غادي ندووغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ تحلي الباب سبع مرات سبع مرات سبع مرات و تسدي بعد تجعل الماء يلتمه و تعلقه بلست المفاتيح إنا فتحنا لك فتحا مبينا تحلي مرة واحدة أو ثلاثة أو سبع مرات ثم تخطيار حلوه مرة واحدة و تكتفي مرة واحدة بحال دول الباب و تحلوه إنا فتحنا لك فتحا مبينا و تحلوه فتحا واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة و تعلقوه بلست المفاتيح بلست المفاتيح و تخليه هذي ستكملوها على النوافد أو باركونات أو هذي ستكملوها القشرة ديالها ستديوها فوق النار و تحرقوها يبقى منا قليل أو كثير ستحطوها فوق النار و غادي تقولي حرق دقاع الموانع اللي كي نفت دار حرق دقاع الموانع اللي كي نفت دار و غادي تحرقها بإذن الله الواحد القهار لأنها وصفة خطيرة جداً غا تجربوها كتبوا و ديروا و إن شاء الله غادي يكون عندكم طاقة إيجابية بحول الله و قوته إذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا آية لجلب الخيرات آية لإبطال السحر و غادي نكونوا إيجابيين ديروها بالنية ناز يزمان كانوا تديروا الوصفات بالنية إذن إحبابيه لعجباتكم أدلوص و خليوا لي لايك دعموا القناة تبعوا الجرس تابنوا بحول الله و قوته والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة